المصريون بحضور الناصر صلاح الدين الايوبي عليه رضوان الله غيروا هذا الابتداع الشيعي اللي هو يوم عشورة يبقى يوم حز رده الى اصله انه يوم يكون يوم فرح فابتدوا يعملوا بقى ايه جبوا القمح المصري والحليب والاشتاء والمكسرات وابتدوا يعملوا طبع ايه عشورة جوعتنا مولانا جوعتنا مولانا وفتدوا يعملوا طبع عشورة ولونه ابيض مش لون البن اللي كان بيخدم في عزاء بس انا حاسس برضو انها من قام الفاطمين بس ان صلاح الدين الايوبي جاب لنا قرأوش فاطمين جابوا لنا حلوة المولد والفوانيس والملوخي الحاجات الحينوة دي لا يكفي صلاح الدين الايوبي انا يعني شرفته بزيارة ضريحي العامر في دمشق الفيحاء اسأل الله اني عمها وبلاد المسلمين والعرب بكل خير وترضيته على هذا الفاتح العظيم الناصر صلاح الدين الايوبي فهذا الرجل له بصمات ويكفي انه هو يعني اعاد السبغة السنية المعتدلة التي تعبر عن صحة الاسلام الى مصر و الى الجامع الازهر الشريف في يوم عشراء يوم مبارك و يوم مفضل لكن هو يوم فرح بثقافتنا السنية و نشجع الناس ان هما يعملوا التقاليد بتاعتنا بتاعتنا بتاعت المصرية الحلوة بتاعت زمان دي دي من قبيل العادات يعني ما يطلعش بقى واحد متسلف يدعي السلف و يقولك دي بيدعا و كله بيدعات ضلالة نقول له البعيد يخلطون بين العبادات و العادات يخلطون بين العبادات و العادات لكن هذا الامر اللي هو المأكلات او المطعوبات او المشروبات حضرتك دي من قبيل العادات لا علاقة لها لا بعقيدة ولا بشريعة فلا تدخل في الابتدع كما يتقوله المتسلفة و نخلي الناس ان شاء الله تفرح كالفول كولور المصري التراسي الضارب في اعماق التاريخ و اللي هو انا قلته و كما وعدتك انني ساعطي بعدا اخر بصمات المصريين في يوم عشراء انه اعادوا يوم عشراء الى اصله ان يوم فرح و سرور و ليس يوم حزن و كآبة